لكن قبل ما نخش كمان على جزء الصحافة النهاردة يعني هكلم مع حضراتكم في ثلاث نقطة مهمة جدا النقطة الأولى يمكن كان فيه خبر النهاردة في كل وسائل السوشيال ميديا هنا في مصر وكمان في العالم كله ان طبعا فريق ليفر بول قدم او بعد جواب لاتحاد الكرة بيقول انه هو مش هيسمح لي محمد صلاح بالانضمام لمنتخب مصر في المعسكر اللي جاي يوم 28 اللي طبعا منتخب مصر بيستعد من خلاله لطبعا مواجهة انجولا ثم السفر الى الجابون كل ده في دمن التصفيات القرية المؤهلة لنهايات كاس العالم يمكن ليفر بول قال ان ظروف الكورونا والحجر على المسافرين الى انجلترا بيمنع صلاح او يعني هيمنعوا من السفر وبالتالي اتحاد الكرة بقى في ازمة دلوقتي وقال ان يمكن حيلجأ للفيفا للحصول على استثناء لسه طبعا احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل في الايام اللي جاية لكن ما فيش شك ما فيش شك ان محمد صلاح اكيد هيكون ليه تأثير تأثير محمد صلاح لمنتخب مصر تأثير هو تأثير رونالدو على منتخب البرتغال تأثير ميسي على منتخب الارجنتين وبالتالي اتحاد الكرة في ورطة وزي ما بقول لحضراتكم يمكن مش من حق الاندية انها تمنع اللعيبة في الاجندة الدولية لكن لظروف طريقة وحضراتكم عارفين طبعا اجراءات الحجر السحي في انجلترا يمكن اجراءات صعبة جدا وطبعا ده اللي استند ليه ليبر بول لمنع محمد صلاح او يعني بيأسف لعدم ارسال محمد صلاح لمنتخب مصر اكيد الكابتن حسامي البدري وجهازهم معاون اكيد عندهم خطط بديلة لكن زي ما بقول اكيد غياب محمد صلاح هيكون غياب مؤثر جدا في مشوار كاس العالم باذن الله اشتركوا في القناة